إِنِّي أَنَا رَبُكَ فَأَخْلَانَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَاجِ الْمُقَدَّسِ طَوَرْ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمْعَ لِمَا يُحَانَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَفًا وَطَوًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنَا فَيُحِي بِهِ الْأَعْضَ فَعَدَ مَوْتِهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَكُ إِذْرَ أُفْرَى وَإِنْ تَدَعُوا الصَّرَةُ الْإِلَى حِمْلِ دَخْرَ لَا يُحْلَلْ مِنْ لُبُشَيْءُ وَالَهُ كَانَ مَا أَقْرُ اشتركوا في القناة إنما يكون الذين يخشون ربهم بالعيم وأقام الصلاة فَاللَّهُ عَدْ مَا أَقْرَيْهِ وَمَنْ تَزَعِتْكَهَا فإن لماذا يتزدق العين أنفسه وإلى الله وصله وما يستغي الأعمى والبصيح وإن لماذا يتزال وإن لماذا يتزال وهو رب الشارع وأنه أهلك عادني الأولى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة